إذا نقول العلم وإدراك بلا حكم أما العقيدة فهي حكم يعني مثلاً عقيدة النصارى الذين يقولون لله ثالث وثلاثة ما هو دليلهم؟ هذه عقيدة باطلة لأنه ليس عندهم دليل عندنا علم وعندنا عقيدة هل هناك فرق بين العلم والعقيدة؟ هل هناك فرق بين العلم والعقيدة؟ العلم يا إخوان العلم تدرك الشيء على ما هو عليه فيه ظن وفيه علم العلم هو الذي تدرك الشيء على ما هو عليه يعني هذا محمد صحيح هذا أحمد هذا صحيح العلم تدرك الشيء على ما هو عليه لكن العقيدة أن تعتقد بقلبك عليه وتثبتها أو تنفيها ولذا العلم إدراك والعقيدة حكم وقد فسرها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم العقيدة كما قالوا حكم الذهن الجازم كما يقولون حكم الذهن الجازم إن طابق الشرع وطابق الحق فهو حق وإلا فهو باطل ولذا نقول العلم وإدراك بلا حكم أما العقيدة فهي حكم يعني مثلاً عقيدة النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة ما هو دليلهم هذه عقيدة باطلة لأنه ليس عندهم دليل أيضاً عقيدة الذين يعتقدون أن الأموات في القبور ينفعون وأنهم يدعونهم ويتوسطون بهم هذه أيضاً يعتقدون اعتقاد لكن هذه عقيدة باطلة ولذا نقول الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إدراك والعقيدة حكم لكن العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تخالف الواقع